بعض الناس للأسف بيكون عندها تصرفات سلبية تصرفات ما فيش شكل المجتمع بيرفض مثل هذه التصرفات ومش بس في مجتمعنا هي تصرفات مرفوضة في العالم كله وأكيد كمان الدين بيرفض مثل هذه التصرفات وبيحذر كمان منها زي مثلا وبنتكلم احنا يمكن في الموضوع ده كتير سرقة الطيار الكهربائي طبعا المنطقة اللي انت بيكون ساكن فيها بيبقى مخطط ليها عدد من الوحدات معين بيستهل الكهرباء بشكل معين فسرقة الطيار الكهربائي بتؤدي إلى زيادة الضغط على هذا المرفق فينؤدي بقى إلى انقطاع الطيار الكهربائي أو أشكال المختلفة لمثل هذه الأمور برضو من ضمن الحاجات فكرة بعض الناس بيكون في الدولة طبعا عملت بعض الوحدات مدعومة وحدات سكنية مدعومة لمستحق هذا الدعم فبينلاقي أن بعض التصرفات برضو نوه ياخد هذه الوحدة السكنية وهذه الشقة ويبتضي يعرضها للبيع للأسف برضو من ضمن هذه الأشكال برضو التهرب من سداد مستحقات الدولة كل هذه الأشياء والأمور بيرفضها الدين رفضا قاطعا عشان نفهم أكتر معانا فضيلة الشيخ أحمد تركي من علماء الأزهر الشريف منورنا عشان يجاوبنا على كل هذه الأسئلة والاستفسارات صبع الخير عليك يا فن صبع الخير وأهلا يهلا بحضرتك أهلا بحضرتك منورنا شيخ أحمد يهلا بيك يهلا بحضرتك طيب في البداية عايزين نعرف رأي الدين في مثل هذه التصرفات باعتبار أننا بدأنا الفقرة بما تحسدنا النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله ثم نهاجر على مستوى الروح والنفس والمشاعر إليه لنقطع هذه المسافة الزمنية الكبيرة أكثر من 1400 سنة ونعرض هذه المسألة عليه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الحقيقة المال العام جريمته أكبر من جريمة المال الخاص بمعنى لما واحد يسرأ واحد إذن فهو قد تجاوز في حق فرد أما إذا سرق 105 مليون إذن فهؤلاء جميعا يوم القيامة سيأخذون حقهم منه حتى وإن كان كما قال عليه الصلاة والسلام من كتمن مخيطا حتى وإن كان إبرة صغيرة يعني لو واحد خد إبرة من المال العام فإذن فخصيمه يوم القيامة من الشخص هي دولة والدولة تعني كل أفرادها فكل من تضرر من ذلك فلا شك أنه سيجده يوم القيامة على رأسه أين ذلك أين هذا الأمر وفي الحديث الصحيح كما علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين فيرفع لكل غادر لواء فكل واحد غدر وخاصة في مسألة الغدر العامة فيرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان وصدق النبي عليه الصلاة والسلام قال من كتمن مخيطا جيء به يوم القيامة وقرأ ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة وعليه هذه المظاهر السلبية التي نراها في مجتمعنا المتمثلة في استحلال المال العام بدوافع مختلفة لا شك أنها جريمة جريمة سرقة والسرقة جريمتها معلومة في القرآن الكريم ومشدد عليها وجريمة خيانة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ خيانة للأمانة خيانة للأمانة وخيانة الله وخيانة الرسول باعتبار أننا تمردنا على تعاليم الله والرسول باعتبار أن هذا الشخص انسلخ من الإيمان وانسلخ من تعاليم الإسلام وأماناتكم اللي هي فكرة المية خمسة مليون اللي هم حيقتصموه يوم القيامة ومثل هذه الزنوب ومثل هذه الأمور كبائر لا تغتفر إلا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها وإرجاع الحقوق صعب جدا هو اللي سرق طيارك أغربية يرجعوا إزاي مشكلة فإذن الجريمة دائما الجريمة التي لا تعرفوا ولا تستطيعوا أن ترجع فيها أو أن ترد حقها هذه الجريمة صعبة إذن فهو آثم مش آثم بس ده مشكلة كبيرة في مشكلة عظيمة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درها ما عنده ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فأخذ هذا من حسناتي وذاك من حسناتي فإذا ما فنيت حسناته أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرح في النار فإذن أي حد بيعمل هذا لازم يفكر مرارا وتكرارا على مستوى الإيماني في هذا الموضوع طيب حدت كلمت عن النبي عليه الصلاة والسلام من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان الصحابة يتعملون في هذا الأمر في الحفاظ على المال العام وإزاي كانوا بينصحوا الناس بهذا الأمر كان المال العام في الوقت ده حيث كانت الدولة بدائية لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ مجتمعا راشدا تحول هذا المجتمع إلى دولة فيما بعدها أفعاد عبد الملك ابن وراوان لما سك بقى اقتصاد حر وبقى فيه سك للمسلمين سك مالي يعني فالشاهد هنا أن كانوا يحافظون على المال العام المتمثل في الراعي فما فيش حد يأخذ أكتر من حقه وكان سيدنا عمر رضي الله عنه ورضاه ينزل وسيدنا عمر بالذات كان فيه كتاب المجلس العاشو الإسلامية كان طبعه مجلدين اسمه لانتلقى مثل عمر لأنه هو فارق كبير في تاريخ المسلمين وفي تاريخ أمتنا لأنه هو اللي دون الدواوين وهو اللي عمل ما يسمى المؤسسات المدنية فكان ينزل في السوق يرأي بإيبه يشوف الإيبل السمان اللي بترعه ويتحر هي بقت سمينة ليه من حلال ولا من حرام تخيل والله يعني تخيل علمنا في بداية مبكرة ما تسمى مراقبة الدولة أو الرقابات الإدارية شوف تخيل فمثلا وجد إيبلا سمانا في السوق فقال لمن هذه الإيبل السمان قال لعبد الله ابن عمر عمل طوارئ على طول تعالى عبده ابنه من أين لك هذا من أين لك هذا قال له والله يا أمير المؤمنين أنا اشتريتها بحر مالي وما حدش جميلني فيها وبعدين أنا بعدتها لزي ترعز قال له طب سمينة ليه أكتر من الناس بقى وإذا أنت بقى يقولوا الناس أسقوا إيبلا ابن أمير المؤمنين أرعوا إيبلا ابن أمير المؤمنين وخد قرار بأنه عطاه البس اللي هو رأس ماله شبهات فساد مالي وإدالي مالي وإدالي فإذا الشاهد كان هناك نمازج مشرفة في تاريخنا لكن في المقابل أنا دايما أحب أن أنزل إلى الواقع لأرفع بصماته قبل ما نتكلم عن الدين أو نتكلم عن المعالجات المختلفة فعلى سبيل المثال أنا عايز أروح للراجل ده اللي سرق طيار الكهربائي تمام أو اللي خد الوحدة وراح بحها أو راح أجرها في الباطن تعال أعمل معه حوار بجانب طبع الإجراءات القانونية أنا عايز النهاردة إجراءات الوعي بقى تمام عايز إجراءات الوعي إيه السبب اللي خلاك تعمل كده؟ إيه السبب اللي خلاك تعمل كده؟ هيقول لك الآن رقم واحد أنا مضطر يقول لك أنا أصلا مضطر وبالتالي الجواب عليه إذن هل تسمح لك؟ هل يسمح لغيرك تحت تأثير الإضطرار أو تحت تأثير الظروف أن ينتهي كمالك؟ هل يسمح؟ أنت مدام أنت النهاردة أنت النهاردة بتقول أنا مضطر وأنا معيش فلوس وأنا محتاج كذا طيب أنا عايز أسألك سؤال بقى حضرتك هل بما أن هذا العزر اللي أخدته يعتبر زريعة أو شمسية أن أنت تجاوزت في حق الآخرين وتجاوزت في حق 105 مليون هل بعد أن ممكن لو واحد جاء وتسلق على بيتك أو انتهك عفوا عرضك وهيقول لك ظروف وهيقول لك برضو ظروف إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه فإذا ما أعطيت لنفسك عذرا فلتعلم أن لغيرك ألف عذر نحوك وبالتالي هنا بقى الدنيا تتعدل عشان تأخذ بالك من هذه المضوع وصدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حيقول لك أصلي أصلي ده مال عام وما فيش حد منتق ومن قال لك أن المال العام ليس له ملكية ده ملكية المال العام أشد حرمة من ملكية المال الخاص لأن ملكية المال الخاص خصيمك واحد أما ملكية المال العام فخصيمك كما قلت عشرة مليون ده في الوقت الراهن لكن أكيد الحاجات دي مقدرات الأجيال اللي جاية كمان ومقدرات الأجيال اللي جاية مع واسنت دلوقتي النهاردة لو ما تشوف منظومة المنظومة اللي القرآن الكريم من خلالها عالج الفساد والإفساد يعني كلمة فيه في القرآن الكريم فيه معنى الصلاح والإصلاح صلاحي بنت راجل كويس بس الأعظم الإصلاح وفيه مفهوم الفساد أنت فاسد في نفسك لكن لا شد شفت خيال يعني لما ربنا سبحانه وتعالي قول إيه يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى في الأرض سعى سعى ليفسد فيها ويهلك الحرثة والنسلة والله لا يحب الفساد خطورة الرجل ده إيه بقى خطورة الرجل ده مش حامل الفيروس وساكت وخلاص فضرره ده بينشر الفيروس ده واحد حامل الفيروس وبينشر الفيروس فإذا هذا أشد خطورة من هذا الفاسد الذي يحمل الفيروس ويكتفي بنفسه وخلاص وانتهى الموضوع فضرره على نفسه ما تشوف هذه المنظومة في القرآن الكريم تجد العاجب العجاب كيف أن القرآن قد وجهنا وقد نجح القرآن الكريم في إصلاح القيم في أزمنة كثيرة وإحنا في أمس الحاجة إن إحنا بهذه المنظومة القرآنية إن إحنا ممكن عن طريق الوعي والضمائر وخطاب الجمعة والدروس بتدريب جيد وبخطاب شيق تحويل الخطاب الديني وخطابات الوعي المختلفة من خطابات وعظية أو خطابات جامدة أو متقعرة أو خطابات شكلية لإنتاج تدين شكلي إلى خطاب يشتبك لصالح القيم ولصالح الأخلاق طيب وحضرك بتقول أن تنزل على الأرض عشان تعرف السبب فتناقش العمل فعلا زي دي فهيقول لك مثلا مرة الظروف بعض الناس ممكن يقول لك هي جات عليها يعني هو أنا الفارق ده ممكن حتى ترد عليه تقول له إيه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إمعا يقول إذا أحسن الناس أحسنتوا وإذا أساء الناس أسأتوا ولكن إذا أحسن الناس فأحسنوا وإذا أساء الناس فأحسنوا لأنه مدام إحنا بنؤمن بالآخرة وأول آيات في سورة البقرة يقول الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إحنا نوقن بأن في آخرة وإن إحنا حننزل القبر وإن ربنا حيحسبنا وإن إحنا سنقف أمامه يوم القيامة كل الزنوب التي بينك وبين الله مجرد أن تقول يا رب يقول الله علم عبدي أن له رب يغفر الزنوب فغفرت له لكن يا جميل هتعمل إيه مع الزنوب العباد إذن أنت في ورطة طب هتعمل إيه لما أنت عملت حاجة ما أنتش عارف ترجع يعني أنت بشرت في طريق وصعب جدا الرجوع الرجوع عشان أنت تصلح اللي أنت عملته ماذا ستفعل إذن؟ فإذن لابد أن نضع في اعتبارنا أن حتى وإن هلك الناس حتى وإن كثير من الناس انتهجوا هذا النهج ليس مبرراً لأنك ستحاسب وحدك يوم القيامة أمام رب العالمين ويعاتبك الله جل جلاله يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الأمر الآخر المهم أن الخطاب الديني وحده لا يستطيع أن يعالج تلك الظواهر لابد من تحالف الخطابات المختلفة الخطاب الإعلامي الخطاب الفني يعني لو عملنا أعمال صغيرة كده زي المشاهد البسيطة التي تحذر من هذه الموضوع كنت زمان في التلفزيون المصري هذا المدنى العريق كنا إحنا أطفال في التمانينات نسمع مثلاً عن حاملة شال الأطفال محمد رضا محمد رضا سمار وكريمة مختار محفورة فيها حتى الآن هذه المشاهد محفورة فيها لو كمانه البلهرسيا وإعلانات البلهرسيا وإزاي أنت تتعامل مع الترعة التوعية بشكل عام إذن الخطابات المختلفة يمكن أن تتحالف من أجل إبراز الوعي وعشان الناس تفهم لأن كثيراً من الناس في غفلة قد يفعلون ذلك تحت تأثيرات مختلفة وهم في غفلة تريعاً في ثلاثين ثانية لو أنا بلغت عن حاجة أنا شفتها هل ده غلط من رأي الدين يعني أنا شفت مثلاً واحد بيسرع طيار وروحت بلغت عنه ده واجب ده واجب لأنه ده جريمة والخطأ لا يسكت عليه مهما كان لأن ده الأمانة بقى ده الأمانة لا دين لمن لا أمانة له قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وده بقى مفهوم الإصلاح مفهوم الصحة والفرق ما بين الصلاح والإصلاح وصلت السورة شكراً جزيلاً لحضرتك نورتنا وشرفتنا فضيلة الشيخ أحمد تركي من علماء الأزهر الشريف شكراً جزيلاً أفد